السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سورة الواقعة فربك سبحانه وتعالى وعدنا بأن من قرأها لن يمسه الفقر أبدا وهذا مجرب مجرب يا ما هناك أناس كان عرفهم بالعشرات بل لا أبالغ إذا قلت بالمئة عندهم أزمات مالية وكان عندهم إما أحكام بالإفراغ وإما ديون غيمشوا على إترها للسجن وإما وإما وسبح الله العظيم لما يقرؤون سورة الواقعة كل ليلة يأتي الفرج من عند الله سبحانه لأن ربنا يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب يعني بالليل قبل النوم نقرأ سورة الواقعة في الصباح الباكر لما نستيقض مع وقت الضحى مع 8-9 صبح كنصلي وركعتين الضحى ركعتين الضحى الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجع والركعة الثانية بالفاتحة والسورة الشرح ألم نشرح لك صدرك كنقروها لماذا؟ لأن هنا كنا الباركة العظيمة سورة الضحى فيها قوله تعالى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى غَدْ يَعْطَيْكَ لِلْمَوْلَى عَزَّوَجَلْ مِنْ عَطَائِهِ وَلَا لَلْمَوْلَى إِذَا أَفَضَ عَلَيْكَ بِقَطْرَةَ قَطْرَةَ وَاحِدَةَ مِنْ عَطَائِهِ أَغْنَاكَ عَنِ الْبَشَرِي أَجْمَعِينَ وصورة الشرح فيها وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يعني يعطيك الله العطاء من دون أن تهان في كرمتك كيند بل كيعطي الله العطاء ولكن يهان في كرمته ربنا يحفظ كرمتك وكيعطيك العزة ورفعنا لك ذكرك إذن أشك ندير أيها الأحباب الكرام أننا في الليل قبل النوم نقرأ الواقعة وفي الصباح الباكر كنسدول الفجار في وقته والصبح في وقته ولكن عند شرق الشمس كنسدول ركعتين الضحى ثم طيلة اليوم نلزم الاستغفار نلزم الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ورزقه من حيث لا يحتسب كاللزم الاستغفار وسبح الله ربك كتب الخير إما أن ربك يفرج عليك وإما يلاقيك الله تعالى مع أهل الخير وأهل الفضل وإما شيء أشياء خفية لا يعلمها إلا الله فالسي أمين أنت رجل مبتلع يعني كنت خدام بعرق جبينك وما تمدي الدك ولكن كتوقع الآفات في الدنيا الآفات كيوقع الإنسان في العمال كيكونوا مخاطر والإنسان كيسبها عاجز عن العمل ثم ربعات الوليدات ما سهلينش يعني ربعات البطون يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويخصم لابد للبيت اللي غير يجمعهم ويحفظهم لأن أي حكم قضاءة نفد لا قدر الله معنى التشرد ومعنى الضياء والعيد بالله ثم انتشأ الله من أهل القرآن صاحب القرآن هذا عمر مغدخيب لأن صاحب القرآن عنده رزقان رزقه ورزق قرآنه الذي في صدره عمر مغدخيب وهو محفوظ لأن المتمسك بالمحفوظ محفوظ ربي حفظك بإذن الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عدد هلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ونواصل أيها الأحباب الكرام ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نتحول إلى أدار البيضاء معنى السي آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله مولاي بارك الله فيك سيدي عندي واحد المشكلة اللي بيت نحكيه في البرنامج نعم عندي كتخدم واحد العمل في واحد الشركة وكتبعت من فوق الكاميو على ظهري وما بقاش كان زاول هالميهنا دي العمل كتخدم في واحد الشركة دي الأفريشا ايه؟ وميخرش من العمل لكتخدم واحد دار كريدي من الكفوغاريب ومنين داز كورونا وما كان دير شيء دي القرآن الفقيه كان القرف المناسبات وما كان نخدمش بزاف المناسبات كي عايتوا لي الإخوان مرة مرة ودبا حاليا دبا مريح بالخدمة وعندي السياتيك وعندي السكار وعندي لاغوت ودبا تركبوا علي الديون دي الدار وما قيتش كيفاش نخلص واجهوا لكين دارات من البنكة واجه لي عون وفوض قضائيك دليل ما خلصيش غالي منبيعوا لك الدار مازال العدني ولا دبا حاليا عاطل على العمال وعندي ربعا دي الوليدات الله الله وقنطلب من الله سبحانه وتعالى وقنطلب من الناس ألخير ينقفوا معايا ويساعدوني وستدهوا لي الديون نجمعوا لي ست أشver طريطا دي الدار ومعنیش باش نخلص ولم خلص لهم غلي خرجوني بالدار وبيعوا لي الدار فمازاله عللين و قم صم أكها نوليداتي لحول والاقوت لبنة وقنطلب من الله سبحانه وتعالى والناس ألخير يسمعوني يساعدوني يقفوا معايا بجزيهم بخير هالشي ديكين ثم اقرأ صورة الواقعة فربك سبحانه وتعالى وعدنا بأن من قرأها لن يمسه الفقر أبدا وهذا مجرب مجرب يا ما هناك أناس كان عرفهم بالعشرات بل لا أبالغ إذا قلت بالمئة عندهم أزمات مالية وكان عندهم إما أحكام بالإفراغ وإما ديون غمشوا على إترها للسهن وإما وإما وسبحال الله العظيم لما يقرؤون صورة الواقعة كل ليلة يأتي الفرج من عند الله سبحانه لأن ربنا يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب يعني بالليل قبل النوم نقرأ صورة الواقعة في الصباح الباكر لما نستيقض مع وقت الضحى مع 8-9 صبح كنصلي وركعتين الضحى ركعتين الضحى الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجع والركعة الثانية بالفاتحة وصورة الشرح ألم نشرح لك صدرك كنقروها لماذا؟ لأن هنا كنا الباركة العظيمة صورة الضحى فيها قوله تعالى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى يعني يعطي الله العطاء من دون أن تهان في كرمتك كيند بل لك يعطي الله العطاء ولكن يهان في كرمته ربنا يحفظ كرمتك وكي يعطي العزة ورفعنا لك ذكرك إذن أشك ندير أيها الأحباب الكرام أننا في الليل قبل النوم نقرأ الواقعة وفي الصباح الباكر كنسلو الفجار في وقته والصبح في وقته ولكن عند شرق الشمس كنسلو ركعتين الضحى ثم طيلة اليوم نلزم الاستغفار نلزم الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ورزقه من حيث لا يحتسب كنلزم الاستغفار وسبح الله ربك كتب الخير إما أن ربك يفرج عليك وإما كيلاقك الله تعالى مع أهل الخير وأهل الفضل وإما شيء أشياء خفية لا يعلمها إلا الله فالسي أمين أنت رجل مبتلع كنت خدام بعرق جبينك وما تمدي الدك ولكن كتوقع الأفات في الدنيا الأفات كيوقع الإنسان في العمال كيكون مخاطر والإنسان كيسب عاجز عن العمل ثم ربعات الوليدات ما سهلينش يعني ربعات البطون خصوم يكلوا ويشربوا ويلبسوا وخصوم لابد للبيت اللي غري يجمعهم ويحفظهم لأن أي حكم قضاء اتنفد لا قدر الله معناه التشرد ومعناه الضيع والعيد بالله ثم انتشع الله من أهل القرآن صاحب القرآن هذا عمرو مغادي خيب لأن صاحب القرآن عنده رزقان رزقه ورزق قرآنه الذي في صدره عمرو مغادي خيب وهو محفوظ لأن المتمسك بالمحفوظ محفوظ ربي حفظك بإذن الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم